دلوقتي سنتابعوا مع حضراتكم أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق قادة التقرير بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة هتكون خطبة الجمعة تحت عنوان الحج بين كمال الإيمان وعظمة التسير وما على الحاج قبل السفر وزارة الأوقاف أكدت على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير وأن يكون أداء الخطبتين معاً الأولى والثانية ما بين 10 دقايق و 15 دقيقة لحد أقصى النهاردة هينظم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ملتقى الهناجر الثقافي واللي بيأتي هذا الشهر تحت عنوان الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الإنسان وده هيكون ساعة 7 ونص بمركز الهناجر للفنون برنامج الملتقى بيتضمن كمان باقة من الفقرات الفنية بتقدمها فرقة بابيون باند الموسيقية النهاردة كمان وضمن الفعاليات الإبداعية للثقافة المصرية بتنظم دار الأوبرا أمسية موسيقية في 8 ونصف مساء بالمصرح الصغير للعازفين البرنامج بيتضمن عدد من أعمال الحقبة الكلاسيكية والرومانسية والقرن العشرين اللي وضعها كبار المؤلفين العالميين منهم موتسارت وادفورجاك وجلينكا بالإضافة إلى أحد المؤلفات اليابانية احتفالا بمرور 150 سنة على التعاون الثقافي الياباني المصري